قلت قبل قليل من أنني سأضرب لكم مثالاً تقريبياً لتوضيح هذه المطالب وأشرت إلى أنني سأأخذ سورة القدر مثالاً وسأتحدث عنها بإجمال من دون تفصيل ومع ذلك فإنني أحتاج إلى وقت طويل سورة القدر هذه خزانة صاحب الأمر فماذا تتوقعون فيها؟ سورة القدر هذه لوحة الزهراء فاطمة فماذا تتوقعون أن نجد فيها؟ سورة القدر هي مشجرة النسب المحمدي فإن الله سبحانه وتعالى قال لمحمده في المعراج قال له سورة التوحيد نسبتي هي نسبة الله وسورة القدر هي نسبتك ونسبة أهل بيتك مشجرة نسب محمد وآل محمد في سورة القدر فماذا تتوقعون أن نجد فيها؟ ولذا فإن الحديث في أجوائها حديث متشعب والكلام في أفنيتها يطول ويطول له غصون وشجون والشجون هي غصون فللحديث شجون للحديث غصون متفرعة المراد من الشجون الغصون المتفرعة والمتشعب سأحدثكم عن مستويات من أفاق سورة القدر المستوى الأول ليلة القدر أنتم تعرفون من أنها خير من ألف شهر أقرأ عليكم ما جاء في الكاف الشريف وهذا هو الجزء الرابع من أجزاء الكاف الشريف وطبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة الثانية والستين بعد المئة الحديث العاشر وهو حديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه بسنده بسند الكليني عن علي بن عيسى القماط عن عمه عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه رأى رسول الله في منامه بني أمية يصعدون على منبره من بعده إلى آخر الرواية أذهب إلى موطن الحاجة في آخرها جعل الله عز وجل إمامنا الصادق يقول جعل الله عز وجل ليلة القدر لنبيه خيرا من ألف شهر خيرا من ألف شهر ملك بني أمية فليلة القدر خيرا من ملك بني أمية من أوله إلى آخره ألف شهر إذا أردنا أن نأخذها رقما دنيويا ترابيا وأردنا أن نوقت لزمان دولة بني أمية فإن المرادة منها ألف شهر بشكل مخصص لأن دولة بني أمية بدأت منذ زماني عثمان بن عفان الأمويون حكموا المسلمين وعبثوا بهم منذ زماني عثمان بن عفان تأريخيا بحسب ما يظهر للعين والحواس فإن دولة الأمويين بدأت بعد الهدنة التي عقدت فيما بين إمامنا الحسن المجتبى ومعاوية صلوات على إمامنا المجتبى ولعنة على محاوية وآل محاوية أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل التأريخية هل دولة بني أمية بدأت من زمان عمر يمكنني أن أقول هذا كيف؟ لأن عمر هو الذي سلط معاوية على الشام ومنذ زمان عمر تفرد معاوية بالسلطة وكأنه كان مستقلا يعبث في الشام من دون أن يقال له شيء منذ زمان عمر لكن المحسوسة فإن دولة الأمويين بدأت منذ زمان معاوية منذ أن صار خليفة بعد الهدنة التي عقدت فيما بينه وبين إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه أنا لا أريد أن أخوض في الأبعاد التأريخية فهذا كلام سيضطرني للبحث في التواريخ والسنوات وليس من مقصدي هذا إمامنا الصادق يقول جعل الله عز وجل ليلة القدر لنبيه خيرا من ألف شهر ملك بني أمي ليلة واحدة ليلة واحدة الكلام هنا حينما يقول إمامنا الصادق جعل الله عز وجل ليلة القدر لنبيه خيرا من ألف شهر ملك بني أمي النبي ليس محتاجا لليلة القدر صاحب الزمان ليس محتاجا لليلة القدر أنا وأنتم نحتاج ليلة القدر جعلت لي ولكم خيرا من ألف شهر جعلت لي ولكم رسول الله هو سيد هذه الليلة صاحب الزمان هو سيد هذه الليلة أنا وأنتم نحتاجها وما أدراك ما ليلة القدر أنا أنا لا أعرف قيمتها هذا الخطاب صحيح لرسول الله إنه لرسول الله لفظا القرآن نزل كما يقول باقر العلوم نزل بإياك أعني واسمعي يا جار اللفظ لمحمد والمعنى لي ولكم هذا السؤال وما أدراك ما ليلة القدر هذا سؤال لفظا وجه لرسول الله وجه لمحمد وآل محمد ومعنى موجه قطعا لي ولكم فأنا الذي أحتاجها نحن الذين نحتاج ليلة القدر وهذه منة محمدية علينا أن جعلت هذه الليلة خيرا من ألف شهر هذه منن محمد علينا هذه عطايا محمد لنا هذا فضله العميم وهذه نعمته السابغة الدائمة مثلما مثلما إذا ما أكلنا طعاما أو شربنا شرابا وأردنا أن نشكر على هذه النعمة فماذا نقول اللهم إن هذا منك ومن محمد وآل محمد إن هذا منك ومن محمد وآل محمد هذا هو نعيمهم إذا أردنا أن نتحر الدقة هذا الكلام مداراتي إذا أردنا أن نتحر الدقة فأن نقول هذه نعمة صاحب الأمر لأننا هكذا نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي القول البليغ الكامل نسلم عليهم على أنهم أولياء النعم هم أولياء النعم سبحانه وتعالى هو الذي جعله ما كذا العطاء عطاؤه والفضل فضله وهذا الحديث من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق من لم يشكر هم هم إذا أردنا أن نطبقه على أنفسنا وعلى الناس فهذا في حاشية المطلب في متن المطلب في متن الموضوع في أصل الحقيقة من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق من لم يشكر إمام زمانه فهو ولي النعم وهم أولياء النعم وهذا الكلام مداراتي اللهم إن هذا منك ومن محمد وآل محمد اللهم إن هذا من محمد وآل محمد لأنهم هم أولياء النعم فليلة القدر جعلت لنا وهي من نعمهم علينا جعل الله عز وجل ليلة القدر لنبيه خيرا من ألف شهر ملك بني أمية بني أمية فل يتنعم إذا ما اتنعم بملكهم أين ذهب أذكر المراجع الذين يتابعون هذه الحلقة إمامنا الصادق تحدث عنكم تحدث عن أكثر مراجع التخليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى فقال من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه يعني أن ملككم لا قيمة له بالقياس إلى ملك بني أمية فليلة القدر عطاء من إمام زمان لنا فلا نبالي بالذي عندكم رواية جميلة جدا تجمع كل كلامي قد يقول قائل إذن لماذا تتكلم لماذا لا تذهب بشكل مباشر إلى الرواية إنني أوظف كلامي لا لأجل أن كلامي هو الأفضل وإنما أوظف كلامي لبيان محاسن كلامهم فعينما أحدثكم وأشرح لكم وبعد ذلك أظهر لكم محاسن كلامهم في جملة واحدة يعطونكم فصل الخطاب وأنا أتكلم الكثير ولا أستطيع أن أعطيكم فصل الخطاب كما يفعل المعصوم معانا الروايات هذه ليس دائما قد وصلتنا مثل ما قالوها تعرضت لتحريف لتصحيف لا يعني أن الروايات كلها هكذا ولكن هناك كثير من الروايات تعرضت للتحريف والتصحيف أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاستراباد النجفي وطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة في الصفحة السابعة بعد العاشرة بعد الثمانمئة إنه الحديث الثاني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قوله عز وجل خير من ألف شهر هو سلطان بني أمية ألف شهر تشير إلى سلطان بني أمية بغض النظري عن أن الإشارة جاءت بمنطق حسابي أو أنها تشير إلى الوقت الطويل خير من ألف شهر هو سلطان بني أمية وماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه ليلة ليلة من إمام عدل أو من إمام عدل ليلة من إمام عدل خير من ألف شهر ملك بني أمية وهذا هو الذي شرحته لكم من أن الليلة لنا بفضل إمام زماننا ليلة من إمام عدل قد تقصد الرواية ليلة حكم من إمام عدل خير من ألف شهر من ملك بني أمية الظالم الجائر قد تقصد الرواية هذا ولكن حتى لو قصدت الرواية هذا فإننا نتنعم بها بتلك الليلة لكن المعنى الأدق إنها ليلة نقضيها مع إمام زماننا في عصر الغيبة في عصر الظهور أكنا نراه بأعيننا أم كنا نراه بقلوبنا ليلة ليلة بإخلاص في خدمة إمام زماننا خير من ألف شهر ليلة الإمام هنا لا يتحدث عن ليلة القدر فقط يمكننا أن نجعل كل ليلة من ليالي خدمتنا لإمام زماننا أن نجعلها ليلة قدر ويمكننا أن نجعلها ليلة من ليالي جهنم هكذا هكذا نقرأ في أحاديثهم والحديث عن الصادق أيضا أنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه الطبعة طبعة أنوار الهدى قموا المقدسة الطبعة الأولى في صفحة السادسة والعشرين بعد المئة بسنده بسند النعماني عن صادق العترة الأطهر صلوات الله عليه يخاطب يحيى ابن عبد الله يا يحيى ابن عبد الله من بات ليلة لا يعرف فيها إمامه هذه ليلة من ليالي جهنم من بات ليلة لا يعرف فيها إمامه ليلة واحدة مات ميتة جاهلية إذن الفوز كله والنجاة كلها والسعادة كلها أن نكون في خدمة إمام زماننا هنيئاً لنا إذا كنا كذلك هنيئاً لنا هنيئاً لنا وهنيئاً لنا وهنيئاً وهنيئاً إذا كنا كذلك ويا لبؤسنا ويا لشقائنا إذا كنا كما تتحدث هذه الرواية الشريفة من بات ليلة لا يعرف فيها إمامه مات ميتة جاهلية الإمام ماذا يقول هنا خير من ألف شهر هو سلطان بني أمية هذا في ليلة القدر في شهر رمضان وقال ليلة مطلقة لا علاقة لها بالليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان التي هي قلب شهر رمضان كما يعبر عن ذلك أئمتنا صلوات الله عليهم في رواياتهم وأحاديثهم الشريفة فليلة القدر هي قلب شهر رمضان الإمام قال ليلة من إمام عدل نحن مع إمام زماننا في كل ليلة عندنا ليلة قدر هذه نعمهم هذا هو الذي قلته لكم من أن ليلة القدر في شهر رمضان من عطاياهم هم ليسوا محتاجين لها تلك ثقافة سقيفية أن نتحدث عن أن النبي عن أن الإمام يحتاج ليلة القدر وتزداد منزلته وهو يتقرب بالعبادة في ليلة القدر هذا كلام سقيفي وثق طوسي قذر أتحدث عن عقيدتي لديني ولكم دينكم إذا كنتم لا تقبلون هذه العقائد هذا هو ديني هذا هو ديني الذي أحيا عليه وسأموت عليه ولا أبالي بالآخرين ماذا يقولون لأنني سأحاسب على عقيدتي الأخرون سيحاسبون على عقيدتهم وكل حزب بما لديهم فرحون نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والرأي مختلف نذهب إلى فاصل أعتقد أن المعنى صار واضحا خير من ألف شهر الحديث عن ملك بني أمية إلا أن إمامنا الصادق بيّن لنا من أن ليلة مع إمامنا ونحن عارفون به هي خير من ألف شهر يمكننا أن نكون في ليلة قدر في كل ليلة إذا التزمنا ببرنامج إمامنا الصادق حينما كان يتحدث عن قائم آل محمد ويقول لو أدركته لخدمته أيام حياتي إذا كنا كذلك فإن كل ليلة من ليالينا ستكون ليلة قدر هي خير من ألف شهر بل هي أعظم من ذلك هي أعظم من ذلك لأن العطاء عطاؤهم صلوات الله عليه الأفق الأفق الثاني ليلة القدر خير من ألف شهر بحسبنا بحسب شيعتهم الأفق الأول كان النظر إلى ملك بني أمية النظر إلى الظلم وإلى الجور وإلى المعاناة وإلى وإلى الأفق الأفق الثاني النظر إلى أنفسنا وكل واحد منا بحسبه حينما أقول بحسبه يعني بحسب عقيدته وعمله هناك عقيدة وهي الأساس لكنها تتفعل في الحياة بالعمل فكل منا بحسب عقيدته وعمله أقرأ عليكم من الجزء الرابع من الكافي الشريف من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل من الصفحة الستين بعد المئة إنه الحديث الرابع بسنده بسند الكليني المتوفى سنة ثلاثمية وثمانية وعشرين للهجرة عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن عدة رواة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قالوا فهذا الكلام نقله العديد من أصحاب الإمام قال له بعض أصحابنا ولا أعلمه القائل يقول ولا أعلمه إلا سعيد السمان يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه كيف تكون ليلة القدر خيرا من ألف شهر بحسبنا بحسب السائل الإمام قال العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر هذا حساب رياضي لأن سائل هكذا يريد نحن في بعض الأحيان وليس في بعض الأحيان في كل الأحيان نتعامل مع محمد وآل محمد كتعامل البقالين من دون حياة وفي بعض الأحيان بل في كل الأحيان نتعامل معهم مثلما نتعامل مع الصيدلية حينما نحتاج الدواء نذهب إلى الصيدلية لكننا مرضى على طول الوقت إلا أننا لا نعرف مرضنا كالذين يصابون بالصرطان لا يستشعرون به إلا في مراحله الأخيرة بينما هم بحاجة إلى أن يذهبوا إلى الطبيب وإلى الصيدلية على طول حياتهم لكننا نتعامل مع محمد وآل محمد كتعامل الأغبياء السفهاء نذهب إليهم مثلما نذهب إلى الصيدلية حينما يشتد المرض بنا أو أننا نتعامل معهم كتعامل البقالين أعطيك هذا المقدار تعطيني هذا المقدار هكذا علمتنا سقيفة بني طوسي وهم تعلموا هذا من سقيفة بني ساعده كل طيحة حضنة من ذول كل طيحة حضنة من ذول كيف تكون ليلة القدر خيرا من ألف شهر قال العمل فيها خير إمامنا صادق يقول العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر الحديث السادس بسنده بسند الكليني عن الفضل وزرارة ومحمد بن مسلم كل هؤلاء نقلوا الرواية عن حمران حمران هذا أخ زرارة عن حمران أنه سأل أبا جعفر سأل الإمامة الباقرة صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة الآية في سورة الدخان حمران يسأل الباقرة عن الليلة المباركة التي ذكرت في سورة الدخان قال نعم ليلة القدر هذه الليلة التي ذكرت في سورة الدخان وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر نزول القرآن له تجليات أيضا نزل القرآن من السماء السابعة إلى السماء الرابعة ونزل من السماء الرابعة إلى السماء الدنيا ونزل ونزل نزلة واحدة في قلب رسول الله ونزل بعد ذلك على المسلمين عبر رسول الله القرآن الذي نزل نزلة واحدة في قلب رسول الله هذا لا علاقة له بالتواريخ الترابية الدنيوية هذه ليلة القدر الحقيقية سأضرب لكم أمثلة في طوايا الحديث ليلة القدر الحقيقية ليست هي هذه التي تأتينا في كل شهر رمضان ومراجع النجف يضحكون على الشيعة يقولون لهم أقض صلاة ستة أيام في هذه الليلة وليس هناك من أثر في حديث الأئمة عن مثل هذا العمل ليلة القدر أفضل أعمالها أولا طلب المعرفة وثانيا زيارة الحسين وثانيا لا أقول ثالثا وثانيا مع زيارة الحسين الاستمرار في الدعاء لإمام زماننا هناك من يضعف دعاء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن ويقولون هذا دعاء الإيرانيين وما ذنب الإيرانيين إذا كانوا يدعون مثل ما يريد صاحب الأمر ما ذنبهم ما ذنب الإيرانيين هذا هو الكافي الدعاء ورد في الكافي الشريف في الصفحة الرابعة والستين بعد المئة من الجزء الرابع من الكافي الشريف الرواية عن أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تكرر في ليلة في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان وهي ليلة القدر هذا الدعاء ساجداً وقائماً وقاعداً وعلى كل حال في تلك الليلة في تلك الليلة مراجع النجف وكلاء المراجع يصلون بالناس صلاة قضاء يمكن أن تصل في أي وقت من الأوقات الأعمال التي يريد صاحب الأمر من الشيعة أن يقوم بها في ليلة القدر طلب معرفته طلب معرفة الإمام هذا أولاً أن يخصص الشيعي جزءاً من وقته لطلب معرفة إمام زمانه أن يتابع مثل هذه البرامج أن يقرأ في مثل هذه الكتب التي أقرأ عليكم منها أن يقضي أكثر وقته في ليلة القدر في هذا وأن يزور الحسين وأن يديم ذكر إمام زمانه هذه هي كتبنا القديمة الأصلية وهذه أذكارنا التي جاءت عن أئمتنا أئمتنا يقولون تكرر في ليلة 23 من شهر رمضان هذا الدعاء ساجد في سجودك في سجودك في سجود الصلاة أو في سجودك المنفرد وقائماً وقائماً في صلاتك أو قائماً قياماً منفرد وقائداً وقاعداً وعلى كل حال وليس في ليلة القدر فقط وفي الشهر كله بإمكاننا أن نجعل كل ليلة من ليالي أعمارنا ليلة قدر مع الحجة بن الحسن لا بفضلنا نحن بفضل إمام زماننا بفضل الانتساب إليه بفضل العبودية بين يديه بفضل خدمته ومعرفته والتسليم لأمره والسالمية له ولما يريد وأن نصبر على ديننا ونصابر أعداءنا وأن نرابط في فناء خدمته يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا على دينكم وصابروا أعداءكم ورابطوا إمامكم هكذا يفسرون قرآنهم هذه كلماتهم وهذه أحاديثهم تكرر في ليلة 23 من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا وقائما وقاعدا وعلى كل حال وفي الشهر كله وماذا بعد وكيف أمكنك في أي مكان في شهر رمضان وفي غيره وكيف أمكانك ومتى حضرك من دهرك متى ما كنت قادرا أن تدعو به فردد هذه الكلمات وليلهج لسانك بها تقول بعد تحميد الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي اللهم كل وليك فلان ابن فلان في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا إلى آخر الدعاء الشريف فهذا الدعاء نحن مأمورون أن نقرأه في ليلة القدر بل في كل ليلة ساجدا وقائما وقاعدا وعلى كل حال مراجع النجف لا يوصون الشيعة بهذا يقولون لهم اذهبوا واقضوا ستة أيام من صلاتكم التي في ذمتكم وتذهبوا ليلة القدر هدرا لا ينتفعون منها شيئا هذا هو الذي جنته أشيعة من مراجع النجف وكربلا مساجد الشيعة في العراق وكلاء المراجع يصلون بالناس صلاة قضاء لمدة ستة أيام والأئمة يقولون لهم اطلبوا المعرفة في ليلة القدر وزوروا الحسين والهجوا بذكر إمام زمانكم أي خيبة هذه وهي ضلال هذا نذهب إلى فصل أعود إلى رواية حمران إنه يسأل الإمام الباقرة صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة الإمام يقول نعم ليلة القدر وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم قال يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل برنامج تقدير لسنة كاملة يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل إلى ليلة القدر في السنة القادمة خير وشر وطاعة ومعصية ومولود وأجل أو رزق فما قدر في تلك السنة وقضي فهو المحتوم ولله عز وجل فيه المشيئة قال قلت ليلة القدر خير من ألف شهر أي شيء عنا بذلك فقال العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وموطن الشاهد هنا ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا ولكن الله يضاعف لهم الحسنات بحبنا الأساس هنا تلاحظون أن الرواية اختصرت كل كلام ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا في ليلة القدر وفي غيرها ومن هنا قلت لكم بإمكاننا أن نجعل من كل ليلة من ليالينا ليلة قدر وأفضل ليس بسببنا ولا بسبب عملنا بسبب الارتباط بمصدر الخير والفضل بسبب الارتباط بإمام زماننا ولكن الله يضاعف لهم يضاعف للمؤمنين الحسنات بحبنا هنا 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 البداية والنهاية هذا هو الأفق الثاني من آفاق الحديث عن ليلة القدر ما يرتبط بالناس بحسبهم بالخير والشرير على حد سواء بالولي والعدو ولي أهل البيت تكون ليلة القدر خيراً عليه وعدو أهل البيت تكون ليلة القدر شراً عليه أقرأ عليكم الرواية من الكاف الشريف من الجزء الأول وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الثالثة والسبعين بعد المائتين إنه الحديث الخامس عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال كان علي أمير المؤمنين صلوات وسلام على أمير المؤمنين كان علي كثيراً ما يقول الصادق يحدثنا عن أمير المؤمنين كان علي كثيراً ما يقول مجتمع التيمي والعدوي عند رسول الله التيمي أبو بكر والعدوي هو عمر الإمام 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 الصادق يحدثنا عن أمير المؤمنين ويقول كان علي كثيراً ما يقول مجتمع التيمي أبو بكر والعدوي عمر لأن أبو بكر من تيم من بني تيم وعمر من عدي من بني عدي فيقال لأبي بكر التيمي ويقال لعمر العدوي مجتمع التيمي والعدوي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقرأ إنا أنزلناه إنا أنزلناه إنه يقرأ سورة القدر وهو يقرأ إنا أنزلناه بتخشع وبكاء فيقولان التيمي والعدوي ما أشد رقتك لهذه السورة يجدون أن النبي يتعامل معها بخصوصية فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله لما رأت عيني أو عيني لما رأت عيني ووعى قلبي ولما يرى قلب هذا من بعد فيقولان وما الذي رأيت وما الذي يرى النبي كان يشير إلى أمير المؤمنين ولما يرى قلب هذا من بعد أمير المؤمنين كان موجودا فيقولان وما الذي رأيت وما الذي يرى ما الذي يراه علي أيضا قال فيكتب لهما في التراب النبي يكتب بأصبعه يبدو أو بشيء بيده فيكتب لهما في التراب بأصبعه يكتب في التراب تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ذول السرابيت البن نجف يقولون رسول الله ما يعرف يقرأ ويكتب خليس تلمون السرابيت المراجع من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل كلهم يقولون رسول الله ما يعرف يقرأ ويكتب لا يحسن القراءة والكتاب كتبهم دروسهم موجودة أئمتنا ماذا يقولون عن الذي يقول بهذه العقيدة يقولون عنه كذاب ويلعنونه وحق الحسين الروايات في كتبنا تقول عن الذي يعتقد من أن النبي لا يحسن القراءة والكتاب كذاب وملعون لعنه إمامنا الباقر وشدد في لعنه إمامنا الجواد الروايات موجودة عندنا في علل الشرائع وغير علل الشرائع من كتبنا القديمة محمد باخر الصدق يقول بأن النبي لا يحسن القراءة والكتابة الخوئ كذلك السستان كذلك بقية المراجع الطوس كذلك صاحب المذهب مؤسس مذهبهم الطباطبائي محمد حسين الطباطبائي في الميزان الشيرازي محمد الشيرازي في تفسير محمد جواد مغني كل الذين كتبوا في التفسير الطبرس في مجمع البيان محمد حسين فضل الله في تفسيره كل المراجع كل المفسرين في الجو الشيعي يقولون بأن النبي ما كان يحسن القراءة والكتابة وأئمتنا يقولون الذي يقول بهذا القول كذاب لعنه الله الرواية واضحة النبي كان يكتب الآية على الأرض يكتبها للتيمي والعدوي قال فيكتب لهما في التراب تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر قال ثم يقول هل بقي شيء بعد قوله عز وجل كل أمر من كل أمر الملائكة تتنزل بإذن ربهم من كل أمر هل بقي شيء بعد قوله عز وجل كل أمر فيقولان فيقولان لا فيقول هل تعلمان من المنزل إليه بذلك الملائكة تتنزل مثل ما تقول الآية من كل أمر تتنزل تتنزل بأمر من الله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر هل تعلمان من المنزل إليه بذلك فيقولان أنت يا رسول الله فيقول نعم فيقول هل تكون ليلة القدر من بعد فيقولان نعم قال الذي تقول عنه الرواية قال أمير المؤمنين قال فيقول فهل ينزل ذلك الأمر فيها فيقولان نعم لأنهم لا يستطيعون إنكار سورة القدر قال فيقول إلى من فيقولان لا ندري أمير المؤمنين يقول فيأخذ برأس رسول الله يأخذ برأس أمير المؤمنين ويقول إن لم تدري فادري هو هذا من بعد يأخذ برأسه يقرب أمير المؤمنين إليه ويشير إلى رأسه إلى رأس الأمير فيأخذ برأسه ويقول إن لم تدري فادري هو هذا من بعد هذا الذي تتنزل عليه الملائكة بأمر ربها بإذن ربها من كل أمر قال أمير المؤمنين فإن كان ليعرفان تلك الليلة بعد رسول الله التيمي والعدوي من شدة ما يداخلهما من الرعب في تلك الليلة فليلة القدر خير على أولياء صاحب الزمان وشر على أعدائه هناك علامات كثيرة في ليلة القدر يستطيع المؤمن أن يتلمسها وقت الحلقة صار طويلا وللحديث صلة ولا زال الكلام متشعبا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله